هذه أبرز العناوين نجم جزائري يسند المغربي أشرف حكيمي أخيرا فوز القجع يتدخل لضم نجم كبير في إسبانيو البارشالونا إلى المنتخب المغربي صحفتنا إسبانية تحذر بارشالونا من عودة أشرف حكيمي لباريسان جرمان والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نجم جزائري يسند المغربي أشرف حكيمي قدم الدولي الجزائري أمينكويري دعمه اللازم للدولي المغربي في صفوف باريسان جرمان أشرف حكيمي للفوز بجائزة مهمة داخل التراب الفرنسية ورشح أمينكويري نجم منتخب الجزائر أشرف حكيمي الضاهر الأيمن لباريسان جرمان ومنتخب المغرب للفوز بجائزة أفضل لاعب نفريقي في فرنسا وتمنح هذه الجائزة منذ عام 2009 ويطلق عليها اسم النجم الكاميروني مارك في فانفوي الذي فرق الحياة عام 2003 خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظره الكلومبي ضمن نصف نهائي كأس قارات أهندك وضمت قائمة الـ11 اللاعب الذي نسيت نفسنا على الجائزة خلال العام الحالي ثلاث لاعب عرب بقيادة التنائية الجزائرين بالمنطالب لعب وسط ليلة وأمينكويري مهاجم رن بجانب النجم المغربي أشرف حكيمي وقال مهاجم الجزائر في تصريحات أدل بها للموقع الرسمي لفريقه رن شرف لي أن يقع الترشيح للفوز بهذه الجائزة هذا الأمر سيمنحني طاقة كبيرة من أجل العمل على تطوير أدائي في الفترة المقبلة وتبع بقولها أعتقد أن أشرف حكيمي هو المرشح الأبرز للتتوجب هذه الجائزة الفرضية خاصة وأنه قدم مستوية قوية خلال الموسم الحالي وتم حديثه بقولها اللاعب المغربي كان حسما في عدة مناسبات مع فريقه خلال الموسم الحالي إنه لاعب رائع بأتم معنى الكلمة وفز بالجائزة تلات لاعبين مغربة وهم روان شماخ في 2009 وينسب الهند في 2012 وأخيرا سوفيا بوفال في 2016 أخيرا فوز القجاع يتدخل لضم نجم كبير في إسبانيو البرشلونة إلى المنتخب المغربي بات في حكم المؤكد أن تستدعي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الضاهر الأيمن لنادي إسبانيو البرشلونة عمر الهلالي من أجل تمتيل المنتخب المغربي تحت 23 عاما في نهاية أولمبياد باريس 2024 التي تقام في الفترة ما بين الرابع والعشرين من يوليوز والعاشر من غش القادمين إن شاء الله بعدما أوقعت القرعة منتخب المغرب في مجموعة صعبة تضم منتخبة الأرجنتين وأوكرانيا والمنتخب الثالث المتأهل عن القارة الأسيوية ومن اللاعبين الذين يرهن عليهم كثيرا في المستقبل القريب الضاهر الأيمن عمر الهلالي صاحب العشرين سنة ظاهر النادي إسبانيو البرشلونة الذي يقدم موسما جيدا مع فريقه في دور الدرجة الثانية وينتظر أن تحسم الجامعة الملك المغربية لكرة القدم ملفه عاما قريبا وتحاول الجامعة إقناع الضاهر الأيمن لنادي إسبانيو البرشلونة عمر الهلالي من أجل تمتيل المنتخب المغربي ولعب ورقة التواجد في أولمبياد باريس الصيف القادم ويتطلع طريق سكتيوي مدرب المنتخب المغربي الأولمبي للاستفادة من خدمة عمر الهلالي رغم غياب الأخير عن المعسكرة التدريبية لمنتخب بلادها ومسؤول الجامعة الملك المغربية لكرة القدم يريدون بدورهم أن يظهر اللاعب في أولمبياد باريس مع المنتخب المغربي ويملك مؤهلات فنية وبدنية محترمة صحيح أن اللاعب طلب إعفاءه من المباريات الوذية التي خضها منتخب المغرب في الفترة الأخيرة ضد دانيمارك وأمريكا في إسبانيا وأمام الويلز ثم أوكرانيا في تركيا لكن ذلك لا يعني أنه لا يريد المشركة في الألعاب الأولمبية سيكون هناك تفكير في حال المناسب لكي يستفيد المنتخب المغربي من اللاعب في المستقبل صحيفة إسبانية تحذر برشالونة من عودة أشرف حكيمي لباريسان جرمان تحدث تقرر صحفي عن استعادة باريسان جرمان لجهود لعبه المغرب أشرف حكيمي قبل لقاء برشالونة ويحلو البيس جي ضيفا على برشالونة غادنة التأفية بربع نهاي دور عبط الأوروبا علما للقاء الذهاب انتهى بفوز البرصة بثلاثة لاثنين وغاب أشرف حكيمي عن مباراة الذهاب في حديقة الأمراء بسبب تراكم البطاقات الصفراء وبحسب صحيفة سبورت فإن أشرف حكيمي سيعود إلى مركزه الأساسي كظهير أيمن في مباراة الإياب أمام برشالونة وأضفت عودة حكيمي ستكون على حساب لوكاس بيرالدو الذي قدم مباراة سيئة في الذهاب بينما سيعود ماركينيوس إلى مكانه الأساسي كقلب دفاع بجوار لوكاس هرناندز ويعتبر أشرف حكيمي من العناصر التي لا غنى عنها في حديقة الأمراء ويرتبط بعقد حتى 2026 تنظيم إسبانيا لمونديال 2030 بات في حكم الإلغاء بالسبب المشاكل القانونية التي يواجهها الاتحاد الإسباني يواجه طمح إسبانيا لاستضافة الأحدث المميزة لكأس العالم 2030 عقبة كبيرة بالسبب الأزمة القانونية المتصاعدة التي تجتاح الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وفي حين أن ترشيح إسبانيا يفتقر حاليا إلى المنافسة فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الهيئة الحاكمة لهذه الرياضة يرقب الوضع عن كتب مما يتير المخاوف بشأن قدرة الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الحفاظ على معايير النزهة وكانت الأزمة داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم تختامر منذ سنوات لكن الشهر ونصف الشهر الماضيين شهدت تصعيدا كبيرا وتكمن جذور المشكلة في المخالفات المزعومة المحيطة بالعقود الموقعة خلال فترة وليت الرئيس السابق وتشمل هذه العقود صفقة متيرة للجدل لنقل كأس السوبرا الإسباني إلى السعودية التي شاركت فيها شركة كوزموس المملكة للاعب برشالون السابق جيرارد بيكي ومما زادت طينبال لأن المدهمة الأخيرة للشرطة استادفت منازل روبياليس وشخصيات رئيسية أخرى داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم وكشفت هذه المدهمات عن أدلة على ممارسة غير قانونية محتملة مما أدى إلى اعتقال روبياليس وتوجيه الاتهام إلى بيدرو روشا الرئيس الحالي بالإنباء روشا الذي كان شهدا في بداية يجد نفسه الآن متورطا في التحقيق جانبا إلى جنب مع أعضاء الاتحاد السابقين والقتل ملحمة القانونية المستمرة بدلالها على طموحات إسبانيا في كأس العالم ومع اقتراب موعد عقاد مؤتمر الفيفا الحاسم في شهر يونيو المقبل قد تتير الاتحادات الأعضاء الأخرى تساؤلتين حول مدى ملاءمة إسبانيا كدولة مضيفة في إضالي الاترابات داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ويتطلب عرض إسبانيا على الرغم من عدم وجود أي منافسة عليه في الوقت الحالي تأكيدا رسميا بحلول دجمبر 2024 ويضع هذا الموعد نهائي الضيق ضغطا هائلة على الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليس فقط للتغلب على العاصفة القانونية ولكن أيضا لإظهار الاتزام بالشفافية والحكم الرشيد ويتمتع الفيفا بتاريخ حافل بالتدخل في شؤون الاتحاد الإسباني لكرة القدم أبرزه السبعة دروبيالس بسبب فضيحة سابقة ويظهر هذا الصباق جدية فيفا في الحفاظ على المعايير الأخلاقية داخل الاتحادات الأعضاء فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر